مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اليوم بحث منظومة الدعم من أجل وصوله لمستحقين ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية تحت صواريخ حزب الله وإصابات في هجوم صاروخي على الطيرة بشمال إسرائيل في ذكرى الوعد المشؤوم جامعة الدول العربية تدعو مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف عضوانها الثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت الجرينتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فمرحبا بكم موسيقى موسيقى يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعاتهم لمناقشة التصورات النهائية لجلسات مناقشة قضية الدعم من المقرر أن تعقد الجلسات العامة على مدار إسبوعين لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقبية والشبابية وتتضمن الجلسات محاول رئيسية هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر وتحديد مستحق الدعم ومتطلباتهم أو الفئات المسادفة أو مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي وأليات وضمنات وصول الدعم لمستحقه رفعت وكالة فيتش العالمية التصنيف الاقتماني طويلة الأجل من بي سالب لمصر إلى نظر التأبيه مستقبلية مستقرة هذا وأرضعت فيتش رفع تصنيف مصر الاقتماني إلى عدة عوامل منها تعزيز مراكزها المالية الخاربية بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية برنامج إصلاح اقتصادي شاهد له العالم وخطوات حثيثة ليذب مزيد من الاستثمارات وحلول مبتكرة اتخذت الحكومة شعارا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السعي المصري محط أنظار مؤسسة التصنيف الدولية التي أقرت بالنجاح الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واحدة من أهم وكالات التصنيف الايتماني وكالة فيتش ترفع التصنيف الايتماني طويل الأجل إلى بي والأهم مع نظرة مستقبلية مستقرة تصنيف الوكالة لم يأتي من فراغ فقد أرجعت فيتش قرارها إلى عدة عوامل منها تعزيز المراكز المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية الوكالة أكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الايتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026 مقابل 4% في العام المالي الحالي 2024-2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالي الماضي ويسهم رفع التصنيف الايتماني في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية بما يدعم التدفقات الدولارية لخزانة الدولة ومن شأن ذلك أيضا دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة التي يتم إعادة توظيفها مرة أخرى في دعم قطاعي الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو قد رفض خارطة الطريقة اللبنانية التي تم توافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستان هذا وقد ندد قائد قوات اليونيفال الموجودة في لبنان بالانتهاكات الإسرائيلية مشددا على عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها بعد جولات الوسطة الأخيرة يبدو أن جميع الآمال تتلاشى في التواصل إلى اتفاق يفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن الرهان الحالي سيعتمد بشكل أو بآخر على الانتخابات الأمريكية تعنت الجانب الإسرائيلي واختياره المضي قدما في توسيع الصراع في المنطقة ومواصلة الهجمات على البلدات الجنوبية اللبنانية امتدادا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله للتسليم بشروطه يؤكد أن الحكم المؤكد والكلمة الفصل ستبقى للميدان الأمر الذي أدركه الجانب اللبناني مع مغادرة الوفد الرئاسي الأمريكي تل أبيب واخفق المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان وظهر ذلك جليا خلال تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي أكد خلالها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تانياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموساكوستن بري رأى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ورفض وضع توقعات لمصاري الأزمة مبديا تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية الانتهاكات الإسرائيلية رفضتها قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان وشدد قائدها خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها يتزامن ذلك مع تمسك لبنان بتحقيق الانسحاب المتوازن تحت إشراف يونيفيل وعدم الموافقة على ما يقترحه نتانياه من تعديلات على قرار مجلس الأمن رقب 1701 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006 وعلى الصعيد الميداني جددت إسرائيل عدوانها على المناطق اللبنانية مهددة بشكل متكرر سكان مدن وقرى بأكملها بالاستهداف المباشر وجميعها مؤشرات تؤكد رفضة لأبيب كل المساعي التي تبزل لوقف إطلاق النار قال قائد قوات حفظ السلام التباعة للأمم المتحدة اليونيفيل جون بيير لكرا قال إن قوة الأمم المتحدة في دنوب لبنان عازمة على البقاء وشدد قائد اليونيفيل على أهمية استمرار القوى الأممية في أداء مهامها مشيرا إلى أن رحيل قوات حفظ السلام سياني على الأرجح سيطرة أحد الطرفين المتحاربين على منشآت الأمم المتحدة لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان هذا واضح تماما ونعم هناك جهود دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد بالنظر إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن مختلف الأطراف لكن تلك الجهود مهمة جدا نحن ندعمهم إن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل باقون وهم صامدون على الخط وهم مصممون على مواصلة القيام بما تم تكليفهم به الأمر المهم للغاية هو أن قوات حفظ السلام اليونيفيل تحظى بدعم صاحب من الدول الأعضاء أكدت الجامعة العربية أن إعلان بولفور يأتي بهذا العام مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته وحرمانه من حقوقها حيث يتعرض لجريمة إبادة جماعية منذ ما يزيد على العام في قطع غزة وفي الدفة الغربية المحتلة أيضا وطالبت الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة داعيا بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دعم للسلام وفق رؤية حل الدولتين مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية إذن وعد لم يتحقق رغم المحاولات الدموية المستمرة منذ عقود لتحقيقه حيث أقره من لا يملك ومنحه لمن لا يستحق إنه وعد بلفور الذي بموجبه أقرت بريطانيا بتسليم أرض فلسطين لليهود من غير أصحابها وذلت في مثل هذا اليوم الثاني من نوفمبر من العام 1917 واعتقد الغرب أنه مع مرور الوقت سيتم لهم السيطرة على الأرض وسيئس أصحابها إلا أن ما حدث كان العكس تماما فلم يتسبب لهم الأمر رغم ما وفره لهم الغرب من دعم وحماية ومساعدات عسكرية ومادية ولم تخمد الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي ليوم واحد قادها الشعب الأعزل وخادها بإسرار وإيمان عميق رافضا مغادرة أرضها مفضلا أن يموت على ترابها مكذبا وعد بلفور ومصدقا لوعد الله الحق الذي لا يخلف المعد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بها طريقة غير شرعية والسياع الأراضي وتجريف أراضي وتميز سوري وفصل عنصري وتهويد الدولة وتهويد القدس كل هذه والأنتهكات للأماكن المقدسة وفضلا عن عمليات تجريف الأرض وترجى السكان وهي كلها تعتبر نوع من أنواع الإرهاب لأنها تتم من خلال الدولة الرسمية فإسرائيل في هذا الصدق هي دولة تمارس إرهاب الدولة وفي نفسه لقب الثام حمد بالإرهاب أيضا مخلفتها لكافة القرارات والقوانين والمواثيخ الدولية ذات الصلاة يجعلها دولة مارقة لأنها لا تحترم النظام الدولي ولا تحترم قرارات الأمة المتحدة فالبالعكس اليوم هي ممثلة كدولة أمام محكمة العجل الدولية وقادت إسرائيل ممثلين أمام محكمة الجنائية الدولية مما يؤثد أن هناك جرائم استكبت سواء كانت ضد الإنسانية أو براء محرب ومن المؤكد أنها سيتم إدارة في نفس الوقت أن الموقف الدولي سواء من جانب دول أو منظومات إخليمية ودولية أو من جانب شعوب العديد من دول العالم اليوم تقف بعمل القضية الفلسطينية ولحق إسرائيل ولحق فلسطين فإن تكون دولة رضوية كاملة في المتحدة سيادة سفير يعني بعد مرور هذه السنين الكثيرة جدا هل نجح الغرب بالفعل في تصدير كرة النار بعيدا عنهم في ضوء القلاقل والتظاهرات التي نراها تضامنا الآن مع الفلسطينيين وفلسطين؟ لا شك أن الدور الغربي كان له دور مؤثر وفاعل ولكن بشكل سلبي نحن نعلم أن العلاقة بين إسرائيل ونهاية المتحدة الأمريكية في علاقة تقوم على شراكة استراتيجية السنفة التعاون الاستراتيجي نعم الولايات المتحدة تعتبر حاضنة سياسية وعسكرية وأمنية ومدية وإعلامية لإسرائيل وبالتالي هذا التحالف الاستراتيجي كأن الولايات المتحدة هي إسرائيل وإسرائيل هي الولايات المتحدة بغض النظر عما يقال من وجود يوبي أو غيرلوبي المثالة واضحة ولا تحتاج بل هناك دول غربية أخرى على سبيل المثال ألمانيا وفرنسا لحد ما تثير في نفس الاتجاه لكن هناك دول أوروبية أيقنت وأدركت أن هناك حقوق هدرك ومظالم وقعت للشعب الفلسطيني ويجب أن نوقف هذا الإدار وأن نرفع هذا الظلم وبدأت تتخذ مواقف والتجاهات وأيضاً الشعوب هناك سيادة السفير أيضاً الشعوب هناك طبعاً والشعوب أيضاً والشعوب الدول دي تأثرت بما يجري على أرض الواقع وما جرى من اختصاص ونهج وما جرى من اعتداءات عدوان إسرائيلي غاشر ومؤرسة الإبادة الجماعية وأيضاً العقاب الجماعي وأيضاً هدم المنشعات والمباني والبنية الأساسية وقتل الأصفال والنساء الأبرياء بأعداد غير مزبوقة نعم كل هذه الأمور لا شك سركت أطاراً إيجادية لدى شعوب كثيرة ولادى دول كثيرة نعم هناك دول قطعة العلاقات مع إسرائيل نعم دول سامريكا اللاتينية وسغير أمريكا اللاتينية اليوم ربما المطلوب هو موقف عربي إسلامي قوي يجتمع كمؤسمر عربي إسلامي للمرة الثانية نعم وهناك قريطة طريق وضعة المؤسمر الذي يوقد في الرياض وأعتقد أن هناك دعوة الآن لمؤسمر آخر قمة عربية إسلامية يشارك فيها مجتمع الدولي خاصة من جانب دول غربية وغير غربية استجهت الآن نحو دعم القضية الفلسطينية نعم بالفعل دحوة أكيد حقوق الشعب الفلسطيني نعم سيدة أسفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك صاحب الأرض منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ولا يزال أهالي قطاع غزة ينزحون من مكان لآخر بحثا عن مأوى لهم يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن القصف الإسرائيلي هذا ويعيش المتضررون في مدارس القطاع بين شح الماء والطعام ونعدام الرعاية الصحية لتكتمل المأساة بالحصار الخانق الذي تفرضه قواته الاحتلال على شمال القطاع طلعنا من معسكر جبالي على منطقة غرب غزة وما فيش مكان آمن وطلعنا تحت القصف والمكان يعني غير لائق للسكن وهناك فيش مويا فيش أي مساعدات موجودة ولا فيه أكل ولا فيه أي شرب ولا فيه أي طعام ولا أي ماء والوضع صعب جدا مأساوي الناس دابت، الناس لا يسمي الجوع لا أكل، لا مأوة، لا شراب سياسة المية إلا من الصبح، من برع بالليل لما تم تنسيق عشان جيب سياسة المية للناس لحتى الآن الناس بدون أكل، بدون شرب بدون صرف صحي، بدون أي مقاومات الحياة يعني الوضع سيء، سيء للغاية معناش ولا إشي، النايمين على الأرض الليلة طول النايمين على الأرض والبيت صغيرة قسم بالله عمرها شهر ما أخذنا لها ولا حاجة ولا علبة حليب، ولا إشي وهي طول اليوم مرمية على الأرض فيش إش نقعد عليه، شوف إش عبينا صور لهم فيش إحنا معبين بكساب أجل الماء يمفلترة معناش حاجة نعب فيها ماء يمفلترة قاعدين، ولا عارفين نغسل ولا عارفين نشرب ولا عارفين حاجة كل يوم هب أخشوا اليهود بدنا ننزح كل يوم وإحنا بدنا ننزح ووزق أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية في برلين مارتين فريك أن البرنامج لا يمكن أن يحل لمحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء في قطع غزة وأوضح فريك أن الأنرواء تطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها كإدارة ملادئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية وأشار فريك إلى أن الأنرواء تعتبر العمودة الفقرية للمساعدات الإنسانية في غزة حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة مشددا على أن حضر الأنرواء سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكتوبر من عام 2023 ذكرت وكالة بلونبرغ الأمريكية أنه من المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية على الكنيست قريبا ميزانية عام 2025 والتي تتضمن زيادة باهضة في الإنفاق على الحرب وأعباء ضربية جديدة أضفت الوكالة أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الإنفاق البالغة 163 مليار دولار على الكنيست للموافقة عليها وأضفت الوكالة الأمريكية أن الإنفاق على الحرب يبلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي وأوضحت أنه تم تحديد هدف العرز المالي في العام المقبل عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي وسوف يكون الإنفاق على الحرب هو البندو الأكبر حيث يبلغ إجماليه 117 مليار شيكل وهو أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل الحرب لعام 2024 تتولى بريطانيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر نوفمبر الجاري وفي مؤتمر صحفي في نيويورك حددت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة للأولويات وسط ما وصفته بالوقت الصعب من الصراع العالمي غير المسبوك مؤكدة على دعم بلادها لوقف إطلاق النار حل الدولتين كأساس للسلام الدائم في الشرق الأوسط فإن الطريقة الوحيدة لتأمين ليس فقط وقف إطلاق النار الفوري ولكن أيضاً وقف إطلاق النار الدائم هي حل الدولتين ولتحقيق هذه الغاية يتعين علينا بطبيعة الحال أن نفكر في المسار المتاح لإعادة بناء غزة كجزء من دولة فلسطينية قابلة للحياة بما في ذلك القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يويتشي ناكاشيما قال إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وأضاف ناكاشيما أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل سوى بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية مشيراً إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما ساهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين أنا أعتقد هناك دافية لي ممكن رغبة هناك حماية جدوى حل الدولتين في ظل هذه الظروف وكذلك التصروات إسرائيلية كثير منها وهادية جانب تمس إمكانية حدوث مثل هذه الإقامة الدولة الفلسطينية لذلك ولكن في هذه اعترافة دولة دولة ما هذا تخص بقرار سياد لكل الدول حاليا اليابان لم تعترف بها وراكن نحن ننظر إلى هذه المسألة من جوانب مختلفة بما فيها يعني هل هذا من كيفية ممكن تصاهم ومساهمة في يعني حل الدولتين نعم تحقيق السلام أو يعني طريقة ما زالت قوات الاحتلال تعرق لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفاح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال ومنعت قوات الاحتلال دخول أربع شاحنات للوقود وأربع شاحنات للمستلزمات الطبية المزيد يطلعنا عليه من العريش الزميل أحمد ممدوح أتي لكم ولكل أسادة المشاهدين من مدينة العريش ننقل لكم الصورة الكاملة لموقف المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرق الدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات سواء مساعدات غذائية أو طبية وغيرها من المساعدات اللوجستية حيث تتكدس العشرات يوما بعد يوم بمعبر رفاح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال اليوم وأمسك أن هناك إغلاق كامل لمعبر كرم أبو سالم وتم منع دخول هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أول أمسكا تم دخول لأربعة وثمانين شاحنة بينما تم رفض أربع سيارات وشاحنات للوقود وأربعة أخرى تم رفضهم أيضا للمستلزمات الطبية وتم تفريغ ثلاثين شاحنة من أربعة وثمانين شاحنة وعودة الشاحنات الأخرى مرة أخرى إلى الأراضي المصرية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناتهم ووصولهم إلى المجاعة نتحدث أيضا عن الجهود المصرية لدعم هذه المساعدات وفتح معبر رفح لإدخال هذه المساعدات ووصول عدد كبير من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح للوصول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية تم فتحه طوال اليوم لاستقبال هذه المساعدات لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصار المفاوضات مرة أخرى وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة من مدينة العريش وعودة إلى الزملاء مرة أوراق أخرى في الاستوديو ترجمة نانسي قنقر يترقب العالم والأوساط السياسية الدولية ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من شهر نوفمبر الجاري وبسبب التقارب بين المرشحين الرئيسيين ترامب وهارس يركز كل منهم الآن على الولايات المتأريحة وهي سبع ولايات تشمل ميتشغان، ويسكنس، بنسلفانيا، جورجيا، أريزونا، نيفادا ونورث كارولينا ويمدي المرشحان معظم الأيام الأخيرة في استمالة الناخبين في هذه الولايات الطريق إلى البيت الأبيض يمر بولايات عدة من أهمها ويسكنسون إحدى الولايات المتأرجحة والتي استضافت تجمعين انتخابيين الجمهوري ترامب والديمقراطية هارس في مقاطعة ميلوكي المقاطعة تعد موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وأخسرها في عام 2020 وويسكنس إلى جانب ميتشيجين ومنسلفانيا تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون الجدار الأزرق استعتبر معاقلة تاريخية للحزب الديمقراطي وفي حديثها ركزت هارس على قضايا الشارع الأمريكي من توفير السكن وخفض أسعار السلع والاستثمار في الشركات الصغيرة ترامب وهارس تحدث عن ملف الشرق الأوسط في مغازلة للصوت العربي حيث أكدت هارس التزامها بحل الدولتين ووقف إطلاق النار أما ترامب فقال إنه في محادثته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط حال فوزه استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقام قياسية هذا العام وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60 مليون شخص أظهرت لاستطلاعات تقدم هارس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا وتشير تلك الأرقام إلى أن هارس ستدخل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر بفارق كبير ومع اقتراب السباق المحموم من نهايته تتوصل الاستعدادات لتأمينه خاصة بعد الإشارة إلى معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024 وقال حاكم ولاية واشنطن أنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطنية ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدت إضراما للنيران في سنديق الاقتراع الأسبوع الماضي بمدينة فانكوفر أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في استطلاع للرأي أجرته عدم وجود مرشح واضح له الغلبة في السباق على الرئاسة في ولاية بنسلفينيا إحدى الولايات المتأرجحة وأوضح الاستطلاع أن نائبة الرئيس كامال هارس حصلت على دعم بنسبة 48% بين الناخبين المحتملين بينما حصل الرئيس السابق دونالد ترامب على 47% ووجد الاستطلاع أيضا أن 37% من جميع الناخبين المسجلين في الولاية يصفون اقتصاد البلاد بأنه جيد أو ممتاز وهو ارتفاع طفيف عن نسبة 33% في شهر سبتمبر الماضي نفت موسكو أن تكون هي وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية بعدما اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا من هييتي يعلن أنه صوت مرات عدة هذا وذكرت ثلاث وكالات استخباراتية أمريكية في بيان المشترك بأن أطراف روسية مؤثرة قامت باختلاق الفيديو كجزء من مساعي موسكو الأوسع لإثارة أسئلة لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأمريكية وأشار البيان أيضا إلى أن أطراف روسية تقف وراء تسجيل مصور زائف آخر نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة وأشار المركز العالمي لمجلس الوزراء إلى أن هناك تعاونا مستمر ومشتركا مع الدير ما يعكس دعم الجهود المبدولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا مهم موضحا أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرا لقيمتها الروحية وأجعلها مزارا سياحيا عالميا ددد ممثل منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية وتوجهاتها نحو تعزيز تنمية الاقتصادية وترسيخ دعاء الاستقرار لاقتصاد القلي جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع المنصق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا وممثلي نحو عشرين وكالة ومنظمة أممية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية حيث شهد اللقاء استعراضا لإطار التنمية الاقتصادية وإجراءات حكمات الإنفاق الاستثماري ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الحدث الجانبية الرسمي صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات المقام ضمن فعليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا للإعلان عن كوب 16 عن أول حزمة من المشروعات التحفيزية الممولة من صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الهدف الرئيس من هذا الحدث هو إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات مشروعات لصندوق التنوع البيولوجي وتشارك مصر في مجلس إدارته مع دول أخرى بمنحة أولية من الصين بقيمة تقدر حوالي 220 مليون دولار أمريكية لتوفير تمويل الدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كومينغ مونتريال العالمية للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع شركة الوزيرة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الحدث الوزري للمجموعة الأفريقية في إطار مؤتمر قب 16 للتنوع البيولوجي في كولومبيا والذي بحث حجد الموارد المالية لتحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ موريال ويسعى الحجد الوزري لمناقشة توحيد الرؤى للخروج بقرارات منصفة للقرى وذلك في إعلان مؤتمر التنوع البيولوجي في إطار استكمال جهود مصر في دعم المواقف الأفريقية في القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور قال إن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قرى أفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعا بما يمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القرى وأوضح عشور أن مصر باتت في المرتبة الستة وثمانين عالميا من بين 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمية ذلك وفقا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2024 أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي أعلن عن إطلاق الجهاز برنامجا تمويليا جديدا بالتعاوي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بهدف دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر أشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تجديع الاستثمار في الطاقة المتددة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في التقليل من الانبعاثات الحرارية التقى وزير السياحة والأثار شريف فتحي الرئيس التنفيذية مدير مكتب شركة جوجل في مصر هشام الناظر وعدد من مسؤولي مكتب الشركة وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة وشركة جوجل خاصة في مجال الترويج السياحي لمصر والعمل على إبرازها كوجهة سياحية شابة ونابضة بالحياة وهو ما يأتي في إطار سياسة الوزارة الترويجية الحالية التي تعتمد على التسويق الإلكتروني بشكل أكبر والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة انطلقت مرحلة جديدة من مبادرة الهلال الأحمر المصري بإيد تنقذ حياة بالتعاون مع تضام الاجتماعي في ست محافظات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي وتشهد المرحلة الجديدة من المبادرة عقد 24 دورة تدريبية لما يزيد على 700 رائدة اجتماعية في مدالي الإسعافات الأولية تستهدف المبادرة 15 ألف رائدة اجتماعية حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلف المحافظات الجمهورية كما تنتشر المبادرة في أماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب أشار هاني سويلم وزير الموارد المائية والرأي أهمية دراسة التحليل للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي مع التوسع في الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحليل بما يجعل التحليل للإنتاج الكثيف للغذاء ذا جدوى اقتصادية جاء ذلك خلال اللقاء للوزير بوفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبي عويد المرارة بزيارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على مكونات مشروع الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية المنفذ بالجامعة بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية استهل لها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بمحافظة القاهرة خلال الجولة أكد مدبولي أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة حيث يأتي تنفيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بناء على توديهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع المحافظة وصندوق التنمية الحضرية تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان عن راحل سامي العدل الذي رحل وترك بصمة بأعماله الفنية التي قدمها وجسد فيها أدوارا مختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية النشرة اليكم ابرز العنوين مجلس امناء الحوار الوطني يستأنف اليوم بحث منظومة الدعم من اجل وصوله لمستحقيها ثلاث قواعد عسكرية اسرائيلية تحت صواريخ حزب الله واصابات في هجوم صاروخية على الطيرة شمال اسرائيل في ذكرى الوعد المشؤوم جامعة الدول العربية تدعو مجلس الامن للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها وبيئة تذكرة انتهت نصرة الثالثة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة